أزمة تشكيل الحكومة المنبثقة من الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي على ملامح الكنيسة تلقي بظلالها على الناخبين في الشارع العربي المعروفي مع عاد النقاش ما بين المركبات الاجتماعية والسياسية إلى السؤال المصري حول أزمة الأرض والمسكن وقانون القومية التصويت هذه المرة ستكون فوقية 60% لأن الشارع الدرزي احترق كثير من قانون القومية ورح يكون التصويت حسب توجه الأحزاب بالنسبة لقانون القومية والقانون كامينيتس المعركة الانتخابية في الشارع المعروفي محتدمة بين الأحزاب الإسرائيلية من جهة والقائمة المشتركة من جهة أخرى على خلفية قوانين عنصرية تم سنها في السنوات الأخيرة في الكنيسة كخلظان وعدوا في تعديل القانون القومية بشكل أنه يضمن المساواة وهذا أهم ما يمكن بالنسبة للشارع الدرزي أن تضمن المساواة كما يبدو في المد الأخير أن ما تعمله المشتركة في موضوع قانون كامينيتس بالنسبة للتنظيم والبناء وبالنسبة أيضا لقانون القومية رح يكون كمان توجه كبير للمشتركة هناك أيضا حزب لمرمن اللي رح يأخذ كمان من الأصوات الدرزية ليس إيمانا بمبادئ اللي برمانية إنما لسبب واحد هو المصالح الشخصية التي يستفيد منه بعض من الشارع الدرزي في كل جولة انتخابية معادة يلمس في الشارع المعروفي حالة وعي حقوقي بتصاعد مستمر على عكس جولات انتخابية سابقة فيما يتوقع أن يهيمن الموقف من قانون القومية أو قانون كامينيتس على قرار ناخب خلال عملية الإدلاء بصوته بعد ساعات